السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكل مشتركنا الأوفياء وتحية لجميع المشاهدين الكراء على الرغم من الفوائد العديدة الفرفر الحار كمساعدته على الهضم وطار للددان من الأمعاء وتدفئة الجسم وغير ذلك من الفوائد العديدة إلا أنه ممنوع منعن كليا على هؤلاء الأشخاص وقبل ذكر الأشخاص يا مشاهدين الكراء فالفيديو مهم جدا ولا يتعدى دقيقتين لهذا رجاء رجاء أكمله حتى النهاية فقط دقيقتين من وقتك أتمي الفيديو ودعمه باللايك والأشخاص الممنوع عليهم أكل الحار هم أولا الأشخاص الذين يعانون من البواسير ممنوع عليهم منعن كليا فهو يهيج البواسير ويزيد من حدة الآلم ثانيا الأشخاص المصابين بالتهاب أو تدخم في البروستاطا ممنوع عليهم كذلك تناول الحار فغدة البروستاطا التي تعد بمثابة غدة الرجول عند الرجال مع الأسف يجهلها أغلب الرجال يجهل هذه الغدة سأتكلم بالتفصيل إن شاء الله في الفيديو المقبل عن غدة البروستاطا بالتفصيل ثالثا الأشخاص المصابين بالتهاب المعيدة ممنوع عليهم تناول الحار يا من تعاني من المعيدة لا تقترب من الحار الحار جيد للمعيدة إن كان الجدار الداخلي جيدا إلك الجدار الداخلي للمعيدة جيد فالحار جيد وإلك الجدار الداخلي للمعيدة مريض لا تقترب من الحار لا تقترب من الحار رابعا الأشخاص الذين لديهم القولون التقرحي الناس لعنهم القولون التقرحي لا يجب عليهم الاقتراب من الحر بسفة نهائية كذلك خامسا كل من شاهد هذا الفيديو أتمنى له السحادة دائمة والسعادة في حياتي وأطلب منه أن يضع لايك وينشر هذا الفيديو عبر أبواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب ومشوره جزاكم الله خيلا وإلى فيديو القادم إن شاء الله اللي سأتكلم فيه حول غدة الرجل عند الرجال التي تسمى غدة البرصة وإلى ذلك الحين دمت فرعاتي الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته